السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ نتكلم فيه كمقدمة سريعة كده عن مادة ونفس المقدمة تقريبا بتبقى موجودة عندنا في مادة اول حاجة هنتكلم عليها هي تمام ايه الشابترز اللي احنا هنتكلم عليها في المقرر ده اول حاجة بالنسبة لشابتر واحد ده هيبقى عبارة عن كده عن السيجنال والسيستمز نقدر نقول اختصارا هنتكلم فيه عن السيجنال الكلاسيستمز وازاي الطرق اللي بنقسم بها السيجنالز ونفس الفكرة برضو عن ازاي بنقسم السيستمز بتاعتنا كمثال مثلا السيجنال ممكن تكون سيجنل ممكن تكون سيجنل ممكن تكون السيجنل اللي موجودة عندنا سيجنل ممكن تكون سيجنل ممكن تكون ممكن تكون وهكذا فهنبدأ نشوف الانواع ديت تمام ونفس الفكرة برضو بالنسبة للسيستمز هنبدأ نشوف انواع السيستمز اللي موجودة عندنا ولا 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 وهكذا تمام طيب ده بالنسبة للشابتر الاولان شابتر تو ده هنتكلم فيه او متسلسلات فورير هي اختصارا نقدر نقول لفورير في متسلسلات فورير دي لها اللي ممكن اي سجنل عموما تبقى عبارة عن مجموعة من التوافقيات من الصين والكوزاين ومعهم قيمة دي سي يعني في النهاية تعندك مجموعة التوافقيات كده من الصين بترددات مختلفة ومجموعة التوافقيات من الكوزاين ومعها كونستلت تمام الكلام ده فاحنا عايزين بقى نبدأ نجرب الكلام ده او وقتها بنيجي نتعلم منشوف ازاي يكون عندنا اي اشارة ونقدر نحولها التحويلة بتاعة فورير دي وطبعا احنا من الشابتر الاولاني هنبدأ نسمع عن موضوع اللي احنا اي سجنل موجودة عندنا فهي عبارة عن مجموعة اشارة اود واشارة ايفن او ايفن سيجنل واود سيجنل يعني احنا طبعا عارفين اللي عبارة عن اود سيجنل والكوزاين عبارة عن ايفن سيجنل طيب شابتر تلاتة ده هنتكلم فيه عن فورير ترانسفورم او تحويلة فورير طبعا تحويلة فورير دي هنسمع عنها في علوم كتيرة جدا يعني احنا بناخدها سواء في بناخدها في بناخدها في بناخدها في الرياضيات بناخدها في يعني انت في الغالب تحويلة او انا اسف يعني فورير ترانسفورم موجودة عندنا في اكتر من مقرر ومهم جدا اللي احنا نبقى عارفينه سواء زي ما قلنا او او في علوم كتيرة جدا هيبقى مهم اللي انت تتعلم فيها تحويلة فورير تمام وطبعا مهمة بالنسبة بشكل اساسي في مجال معالجة الاشارات ومجال الاتصالات يعني سواء دي سي بي او الكومونيكيشن طيب يبقى الشابطر ثلاثة دوت هنتكلم فيه عن تحويلة فورير او فورير ترانسفورم الشابطر الرابع ده هنتكلم فيه عن عملية وعملية هنبدأ نشوف فيها ازاي بنتبق وازاي بنتبق وطبعا بالنسبة لتحويلة فورير اللي كلمنا عليها من الشابطر اللي فات دي هي كان هدفها بشكل كبير اللي هي تغنينا عن اللي احنا نعمل عملية زي عملية الكونفليوجين يعني اللي انت بتودي الاشارة بتاعتك من الطايم دومين للفريكوانس دومين فبالتالي ممكن تستغنى عن الكونفليوجين ده وتطبق عملية الضرب في الفريكوانس دومين وبعد كده ترجع بالنتائج بتاعتك يعني طبعا احنا التحويلات سواء فورير ترانسفورم او لابلس ترانسفورم من المزايا الرئيسية بتاعتهم اللي هي بتسهل علي حل المعادلات يعني لو عندي معادلات وفيها تفضلات وفيها تكاملات وفيها عمليات من درجات عالية فبالتالي لو انا خدت المعادلة بتاعت دي وطبقت عليها الفورير ترانسفورم او لابلس ترانسفورم وادتها لدمين تاني اللي هو لابلس دومين او الفورير دومين او بنساميل في الكونس دومين بمعنى تاني هتلاقي شكل معدى بقى بسيط وبالتالي تقدر تحلها في الدومين التاني دوت بشكل سهل وبعد كده ترجع بالنتج بشكل بسيط تاني لطايم دومين تمام عن طريق انت بتعمل طبعا او انفيرس فورير ترانسفورم طيب ده بالنسبة لشابتر اربعة شابتر خمسة هنتكلم على التحويلة التانية المشهورة اللي هي اللابلس ترانسفورم تمام الكلام ده لابلس ترانسفورم يبقى احنا في المقرر بتاعنا هندرس اللابلس ترانسفورم وهندرس الفورير ترانسفورم او تحويلة لابلس وتحويلة فورير زي ما قلنا الاتنين بيحولوا الاشارة من الطايم دومين للفريكوانس دومين وطبعا هنلاقي اللي فيه علاقة ما بين تحويلة لابلس وتحويلة فورير تمام الكلام ده طيب اه بعد كده هنشوف الشابتر ستة ده هنتكلم فيه مقدمة عن هنبدأ نفهم السيستمز كده بشيء من التفصيل تمام بخلاف الفكرة اللي احنا اخدناها في الشابتر الاولاني عن السيستمز الشابتر الاخير اللي موجود عندنا هناخد فكرة بسيطة قوي كده عن الفيلترز وده هنتكلم فيه عن الانالوج فيلترز تمام يعني هيبقى عبارة عن انترو داكشن والمقصود بالفيلترز اللي هنشتغل معاه هنا هي الانالوج فيلترز هتقول لي طيب ده المقرر الخاص بسيجنال اند سيستمز لو المقرر اللي موجود عندنا الخاص بالدي اس سي بي مش هتلاقي فيه فروق كبيرة ما بين مقرر دي اس سي بي والمقرر الخاص بالسيجنال اند سيستمز غير اللي هو بيضيف على المنهج دوت مثلا حاجة زي الزيد ترانسفور تمام فيشتغل في الشابطة الاخير بتاع الفيلترز ده بيبدأ يتكلم عن دي جيال فيلترر لكن في الغالب هتعدي على فوريار سيرز وحتعدي على الله بلاس ترانسفور تمام يعني في الغالب الله بلاس ترانسفور والفورير سيرز والفوريار ترانسفور وال꺼�ير woj بيد سيكون موجودين معك وهيحط للنا الزيد ترانسفور طبعا المقدمة اللي موجودة عندنا定ا في القول دي في الغالب برضو هتكون معنا بس ممكن تكون مختصرة شوية تمام عن اللي بتبقى موجودة عندنا فيه المقرر الخاص بيه تمام آآ وزي ما قلنا الشابتر الاخير دوت في الغالب بدلا ما هيكلمنا عن الانالوك فلترز ممكن يبقى فيه شابتر كبير كده شوية يكلمنا فيه عن الديجتال فلتر هنكتفي في الفيديو ده بالملاحظات البسيطة اللي احنا اتكلمنا عليها وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم السلام عليكم ورحمة الله